السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد السفريان أتكلم معكم عن فيلم الهندي الفيلم هذا هو معروض حاليا على برايم أمازون المنصة الرقمية وهو فيلم هندي يتكلم عن الحقبة الزمنية للاحتلال البريطاني للهند طبعا القصة هي قصة حقيقية لامرأة اخترعت موضوع مهم وهو كيفية التواصل مع الجمهور الهندي عن طريق الراديو وهذه هي الطريقة كانت الطريقة الجيدة لكي يوصلون لهم الأفكار وهي كيفية المواجهة الاحتلال البريطاني وكيفية تقديم الشعارات وكيفية الذهاب للأماكن المحددة فهذا الموضوع كان جدا مهم في أيام الاستقلال الهندي قبل ما يكون استقلال الهند أو باكستان طبعا فترة غاندي كانت موجودة في هذاك الزمن الامرأة التي تؤدي هذا الدور أو الشخصية التي تؤدي دورها هذه الشخصية التي كانت الحقيقية أصلا في الحياة هي الفنانة سارة علي خان الفيلم من بطولتها وأيضا في نخوة من مثلين أمثال عمران هاشمي مكتوب في الفيلم أنه هو ضيف شرف لكنه ليس ضيف شرف هو بالنسبة لي كان يعني يأدي دور طويل صراحة دور مساعد بطن اللي نقدر نقول في هذا الفيلم وفيه فنان اسمه سبارش شيرباستفا اللي شفناه في فيلم لابتا ليديز قبل تقريبا شهر ونص من انتاج فيلم عمر خان أولا الفيلم ثوري وفيلم يتكلم عن الأمور هذه الاستقلال الهند أفلام هندية كثيرة تم عملها عن هذا الموضوع أنا قبل ما أتطرق لموضوع مهم جدا على وهو موضوع الثورات والمشاكل والاستقلال اللي صارت في الهند دائما نحن نرى أفلام هندية هذه طبعا وائد أفلام هندية نزلت وراح تنزل بعد قريبا تتكلم عن هذا الموضوع أنها هي ثورة وهذا الشيء اللي صار هو يعتبر ثورة وثورة ضد الاحتلال الغاشم البريطاني لماذا يقال هذا الشيء عكس ذلك في بعض الدول لماذا يقال هذا الشيء أنه هو إرهاب في بعض الدول الأخرى طبعا تفاهمين شو قصدي فأتمنى أنهم يفهمون ويتعظون من هذه الأفلام الهنود بالذات طبعا أكيد أكثر الناس عارفين هذا الشيء لكن في بعض الناس للأسف عقولهم متحجرة يفكرون أن هناك اللي قاعد يصير إرهاب واللي كان صار عندهم يعتبر ثورة فأتمنى ما يكون في خلط في هذا الموضوع نتكلم عن الفيلم فنيا فنيا الفيلم صراحة أنا شفته في ملل كثير في جزئية الأولى من الفيلم وذلك بسبب الإخراج أو بسبب الكتابة وأيضا بسبب مهم جدا لو هو تمثيل سهراء علي خان لهذه الشخصية أولا حسيت أن الفيلم كأنه حلقة من حلقات مسلسل معروضة على هذه المنصة مع أنه أصلا كان الفيلم سوف يعرض للسينمات في السابق لكن كارن جوهر ذكي جدا رح أباع الفيلم على طول للمنصة الرقمية على أساس أنه ما تحصل لها خسائر كبيرة هذا أولا ثانيا المخرج يعني مطط بعض المشاهد في البداية شعرني بالملل ما كان لها داعي وايد موضوع العلاقة البنت مع الأب وعلاقة البنت مع حبيبها هالأمور هذه حسيت أنها دخيلة شوية كانت في القصة وما كان لها أي داعي وما جابت نتاج صحيحة وسليمة لهذا الفيلم ثالثا أداة سارة علي خان أعتقد سارة علي خان مش لايقة لها هذا الدور أو هي ما عرفت تأدي هذا الدور هذا الدور أنت متشوفه تتخيل فيه عدة كبير مثلات سواء كان في عمارها نقدر نقول علي أبهت ممتازة جدا ممكن تأدي هذا الدور أو أي مثلة أخرى من مثلات الجيدات اللي نشوفها في منصات الرقمية راديكا مدان نقدر نقول أو راديكا آبتي ممكن تكون كثير من مثلات يعني تتخيلها أنا قاعد أتخيل وأنت أكيد راح تتخيل وما تشوف هذا الفيلم أن سارة علي خان ما كان قاعد تأدي الدور بشكل جيد جدا ناهيك أن الفيلم من الجزئية الثانية يأتي شوية موضوع الثورة ويأتي شوية موضوع الوطنية هذا شيء متأخر جدا في نهاية الفيلم في آخر عشرين دقيقة حسيت هذاك الإحساس وحسيت هذاك الألم وحسيت هذاك الشعور لأن اللقطات المؤلمة اللي كانت في البداية ما شعرت فيها أي ألم مثل ما كانت أيام زمان في أفلام هندية تتكلم عن استقلال هندية مثل الفيلم كرانتي أو أفلام أخرى كالاباني مثلا هالأفلام كنت تشعر فيها لكن هذا الفيلم ما شعرت فيه وهني كان الإخراج مصيط جدا لكن فكرة أنك تعمل قصة هذه الإنسانة جيدة جدا أفضل شيء في هذا الفيلم أداء المثل شيرواستفا اللي شوفناه في صلاح هذا المثل واعد وسوف يكون لها يعني اسم كبير في السلم الهندية مثل ما كان لنواز الدين صديقي أو لعرفان خانة ونسير الدينشا هذه المشكلة في السلم الهندية هؤلاء المثلين نحطهم في خانة نسير الدينشا ونانا فاتكر ونستطيع أن نحطهم في خانة شاروخ خان وعمر خان وغيرهم لأن أشكالهم لا تعطي هذاك الأحساس مع أن هذا لهم يبقون في السلم الهندية ويعطون السلم الهندية فهذا المثل واعد جدا وسوف يحصد على عدة جواز وعدة اهتمامات إمرأة جيدة يضل في هذا الفيلم الفيلم بنهاية الأمر أنا أعطيه الثانية ونصف من خمسة يستحق ممكن تشوفه وممكن تستمتع مع آخر المشاهد من الفيلم وتستمتع مع فكرة الفيلم لكن للأسف الفيلم لم يكن بذلك المستوى المطلوب منه شكرا جزيلا على المشاهدة لا تنسونا تسبسكرايب ولاقي شرح ودائمينو أبدا شيرو القناة وكبوية التعليقات السلام عليكم وبركاتو اے وطن میرے وطن یہ ایسی ایک فلم ہے جو ابھی پرائم امازون میں ریلیز ہوئی ہے اوٹریٹی چانل پر آپ جب یہ فلم دیکھتے ہو آپ کو ایسا محسوس دہتا ہے کہ یہ ایک ویب سیریز کا ایک اپیزوڈ ہے ایسا لگتا ہے مجھے کیونکہ اس کا دائریکشن میں بہت ہی ویکنس ہے شروعات میں بہت ہی کیچا گیا ہے جو کہ اسٹوری ہے بیٹی اور باپ کی اور اسٹوری ہے ایک لڑکی اور اس کے لور کی یہ تھوڑا کیچا گیا ہے مجھے اچھا نہیں لگا اس فلم کے اندر دوسری یہ بات بھی ہے کہ سارا علی خان اس فلم پر جج رہی ہے یہ رول پر کچھ اچھا نہیں لگا ان کا درکش اور ان کا جو اداکاری ہے اتنی اچھی نہیں لگی مجھے جب یہ فلم آپ دیکھتے ہو آپ کے ذہن میں یا رادی کا آمدن ہوتی یا رادی کا آبتہ ہوتی تو اچھا رہتا یا کوئی بھی ایک ایسی اچھے اٹریج جو ویپ سیریز میں آتی ہے ان کے وجہ ہے تو اچھا رہتا ایسا لگتا ہے آپ کو یہاں تک کہ آپ یہاں پر جو سپارش شریواستف ہے جو لاپتہ لیڈیز میں آئے تھے کچھ مہینے پہلے وہ بھاگے آپ کو ان کا رول بہت ہی امدہ ہے اور بہت ہی اچھا اگر ان کا رول اول بھی لمبا رہتا تو وہ کھا جاتے پوری فلم کو فلم کا تیسرا چیز جو مجھے اچھا لگا کہ اس فلم کے اندر جو دیش بھکتی کی بات ہے یا پھر نیشنلزم کی بات ہے وہ آخری میں آتی ہے وہ آخری میں جب آتی ہے تب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جو درد تھا وہ زمانے میں وہ کیسا تھا لیکن شروعات میں کوئی ایسا نہیں دیکھا جیسے کہ سردار ادھم سنگھ میں کتنا درد آیا آپ کو یا پھر کران تھی فلم یا پھر کالا پانی ایسی فلمیں تھی جس میں آپ کو درد لگتا ہے لگان میں بھی آپ کو درد لگتا ہے لیکن یہ فلم کے اندر وہ درد محسوس نہیں ہوتا تو یہ فلم بہت ہی کمزور تھی اس چیز میں ابھی آتے ہیں فلم کے پروڈکشن میں کران جوہر تو بہت ہی مہار ہے یہ فلم سینما گھر میں ریلیز ہونے والی تھی لیکن انہوں نے اچھے ٹائم میں فلم بیچ دی ہے جلدی میں اوٹی ٹی پہ اور یہ فلم وہاں پر ریلیز ہو گئی فلم میں سارا ایل خان جیسے کہ میں نے بلا ان کی اداکار اچھی نہیں لگی اس پارش نے بہت اچھا رول کیا ہے بہت ہی امدہ کلاکار ہے یہ کلاکار کو آپ وہی دائرے میں رکھ سکتے تھے جہاں پر نصری دین شاہ نانا پارٹکر عرفان خان یہ لوگ رہتے ہیں یہ ہر بار یہی ہوتا ہے بولی وڈ میں جو اچھے اداکار ہیں ان کو یہی دائرے میں رکھتے ہیں کبھی بھی آپ ان کو شاروخ خان یا عمر خان کا درجہ یا سلمان خان کا درجہ نہیں دیتے ہیں کیونکہ یہ ایسا ہوتا ہے بولی وڈ میں اگر ایسا نہیں ہوتا تو یہ لوگ بہت بڑے اداکار رہتے ہیں یا بہت بڑے سپرسٹر بھی بند سکتے تھے ایرفہ امران حاشمی کا رول جو بتایا گیا کہ مہمان اداکار ہے یہ فلم میں مہمان اداکار نہیں ہے مجھے سپیشل اپیریس میں بھی نہیں دکھے اس میں سپورٹنگ ایکٹر زیادہ دکھے رول بہتی لمبا ہے اور ٹھیک ٹاک ہے ان کا رول فلم کو میں دیتا ہوں ٹو انہاف آٹو فائف سٹار دیتا ہوں اگر آپ کو یہ فلم کیسے لگے مجھے کمیٹ میں لگ کر بتا گیا لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہنڈیا میں ہوا ہے وہ نیشلیزم ہے جو ہوا تھا بریٹش راج کے خلاف وہ تو نیشلیزم ہے کئی جگہوں میں جو بریٹش راج کے خلاف ہوا ہے وہ نیشلیزم ہے لیکن کچھ جگہوں میں آج کل بولا جاتا ہے یہ جو ہو رہا ہے وہ ٹرررس ہے ایسی بات سمجھ میں نے آ رہی ہے کہ وہاں پر ٹرررس کیسا ہو سکتا ہے اور یہاں پر نیشلیزم کیسا ہو سکتا ہے یہ تھوڑا مجھے سمجھ میں نے آ رہا کوئی لوگ آج کل ایسا بات کو بدل دیتے ہیں یا میڈیا لوگ یہ بات کو الگ روپ دیتے ہیں وہاں پر الگ روپ دیتے ہیں یہ فلم ایک سمجھانے کی بات آپ کو آپ کی جو سمجھ میں آئیں گا آپ سمجھ لو یہ فلم آپ کو کچھ سمجھاتی ہے thank you so much for watching اور ملتے ہیں اگلی بار ایک نئے ویڈیو میں تب تک علیہ السلام علیکم و برکاتہ